أيها الإخوة والأخوات خليفة بالقاسم حفتر ولد في مدينة أجدابيا شرقي ليبيا عام 1943 وهو من قبيلة الفرجاني تخرج من الأكاديمية العسكرية في بنغازي ثم حصل على تدريب في الاتحاد السوفيتي ومصر حينما كان شاباً شارك حفتر في الانقلاب الذي قاده العقيد معمر القذافي ضد الملك إدريس السنوسي عام 1969 وبعد نجاح الانقلاب تم الترقيته ليكون من أكبر المسؤولين العسكريين في ليبيا كان حفتر معروفاً بميوله الناصرية والعلمانية عين عضواً في مجلس قيادة الثورة الذي كان يحكم ليبيا منذ انقلاب القذافي في نهاية الثمانينيات قاد حفتر الجيش الليبي في النزاع مع الجارة تشاد نزاع انتهى بهزيمة للقوات الليبية وبأسر حفتر مع المئات من جنوده ما أدى بالقذافي إلى التخلي عنهم أعلن حفتر لانشقاق عن نظام القذافي وهو في سجنه بيتشاد حتى تم الإفراج عنه وعن جنوده ليغادروا إلى الولايات المتحدة حيث استقروا هناك معارضين للقذافي قاد حفتر محاولة فاشلة للإطاحة بالقذافي عام 1993 حكم عليه إثرها بالإعدام غيابية رجع حفتر إلى بنغازي في مارس 2011 منضماً إلى ثورة فبراير وقاد حملة نجحة للدفاع عن المدينة التي كانت قوات القذافي تحاصرها في نوفمبر 2011 وبعد سقوط القذافي اتفق المئات من الضباط على تعيين حفتر رئيساً لأركان الجيش في فبراير 2014 أعلن حفتر إطلاق عملية الكرامة ضد المؤتمر الوطني العام الذي كانت حركة الإخوان تسيطر عليه سمحت عملية الكرامة بعقد انتخابات برلمانية جرى إثرها إنشاء حكومة مؤقتة برئاسة عبدالله الثني ترجمة نانسي قنقر